خمس سنوات مرت على الانقلاب خمس سنوات ولا يزال اليمنيون يوقاسون تبعات اليوم الأسود الذي أعاد التاريخ اليمني إلى الوراء بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على الدولة وإنتاجها أزمات وصراعات لم تنتهي أحكمت الجماعة العقائدية المسلحة التي تحالفت مع منظومة الرئيس السابق آنذاك سيطرتها على كافة المؤسسات في صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى وشكلت خارطة جديدة وفرضت واقعا مغايرا في جميع المؤسسات المدنية والعسكرية ومن ثم تخلصت من حليفها شكل سقوط صنعاء في يد جماعة الحوثي أزمة كبيرة على كافة الأصعدة لم تتوقف عند حدود إنتاج الحرب الداخلية والإقليمية بل كان لها أثر على المواطنين بشكل مباشر حيث صادر الحوثيون حقوق وحريات الناس واعتقلوا المئات ومنحوا الوظائف العليا في الدولة لشخصيات تدين لهم بالولاء بدأت مسيرة ملشنة المنشآت الحكومية بحسب تقارير محلية من خلال تعيين قيادات عسكرية من الأسر المنتمية والقريبة من الجماعة في مناصب عليا بالذات في الأجهزة الأمنية والعسكرية ومن ثم انتقلت إلى الوظائف العامة للدولة ركزت الجماعة في بداية تحركها على المراكز والقطاعات والمناصب الهامة ابتداء من محافظي المحافظات في كل من عمران وإبو حجة والجوف والحديدة وبعدها انتقلت إلى القطاعات المدنية وخصوصا الوزارات والمؤسسات الأخرى كالشركات النفطية ومصلحة الضرائب المؤسسات الصحفية وقطاع الإعلام والتلفزيون لم تسلم جميعها مما بات يعرف بحوثنة المؤسسات حيث سرحت وفصلت واستبدلت الميليشيا الموظفين والمدراء في كل من صحيفة الثورة ووكالة سبأ للأنباء وغيرها من المؤسسات الرسمية بموالين ومشرفين في الجماعة وذلك دون وضع أي اعتبارات لمعايير التخصص والخبرة في العمل اختطاف للدولة وتدمير للنسيج الاجتماعي إذن ومصادرة للحقوق والحريات وطمس كامل للهوية هكذا كان أيلول الانقلاب وهكذا تغيرت كل ملامح الدولة اشتركوا في القناة